كابتر أسامة ليه النهاردة جوزيجو ميزي اختار نضاي ما اختارش مصطفى شلبي طبعا نضاي لعيب سريع مهاري بيعرف روح على الجن كتير انما هو ما بيعرفش يفنش بشكل كويس وده اللي الكرة اللي احنا شفناها اللي هي ضيحة وهو بيشوتها بس حتها حلوة يعني هي حلوة كانت لازم تأتي يعني عم تقعد تتفرج على موتة الجن ده التحرك اللي عامه الأزيز والجزيري وبعدين تحرك عكس الاتجاه وجري ورحله بالشكل ده وهو جاي من قلب الملب عشان يضطها كانت لازم دي تتفنش في الآخر ياريتم يجبوننا للقطة دي يعني دي لازم تتفنش في الآخر كده تتفرج عليه وهي هو الشبكة بس أنا حاسبنا نهاردة نضاي لعب عشان الحاج بتقوله ده انه نضاي اكتر من مصطفى شلبي يقدر يخش في العمق مصطفى شلبي يلعيب خط هايل بس نضاي كتير شفناه في منطقة الجزيرة النهاردة هو بس في الجزيرة بيشتغل كويس جدا وعلى ما اعتقد برضو ان الراجل عنده الزكاء الاجتماعي كويس جدا جميز ان كان فيه تصرحات كتيرة حصلت اليومين اللي فاتوا كده عن رحيل نضاي وهو لعيب بيلعب معاه بصفة أسية يعني ساعة يلعبه هاف ليفت وبعدين يجيبه هاف رايت وبعدين قم لعبه باك ليفت فعنده حصل مشكلتين في ماتشين وراء بعض مبارات سموحة اللي زبالك تغلب فيها واحد سفر وكان عن طريق نضاي وهو في مرجز الباك ليفت والهدف اللي دخل فيه في نات الزبالك برضو في مبارات فيوتشار كان نضاي هو في نفس الحتة فابتدت الدنيا تصور بشكل كبير جدا على النضاي الراجل طبعا جميز عنده رؤية وعنده فكر كويس ازاي يستوعب اللعيب اللي هيكمل به مرسون الدوري لان الدوري لسه مخلصة ولسه بدري ولسه المنشاط فيها مفاجأات كتير جدا فالنهاردة ما كانش ينفع انه يقعدوا لأي سبب من الأسباب وهو بيلعبوا في الفترات السابقة أساسي مجرد انه قعدوا في الفترات اللي هي حصل فيها راجل انه هو او كلام انه هيمشي من نادي الزماك لا انت كده بتنهي على معنويات اللعب فده زكاء كبير جدا من جميزة مع الحتة الفنية انه تحركات النضاي بتحرك بشكل كويس جدا زي ما شفنا المباراة بدأ ناحية الشمال وبعدين شوية ام الراجل نقله ناحية اليمين ما كان زيزو جب زيزو ناحية الشمال مكانه عشان يبتدوا يشتغلوا ويغيروا ابتدى يدالوا عدلته اما خد عدلة النضاي خد عدلته اللي هي حتة اللي بيحبها زيزو اللي هي ناحية اليمين ابتدى يشتغل أفضل وابتدى يبقى أخطر على المرمى وابتدى يخش للصندوق بشكل كويس جدا لانما في الآخر لازم كل مدير فني عنده حزبة حزبته ان هي دي مجموعة اللعيبة اللي في الوقت الحالي بعيدا عن رحيل نضاي او وجوده في نادي الزمالك او هي مكمل او مش مكمل انما هي دي اللعيبة اللي هيشتغل بيها لنهاية الموسم فانا محتاج كل لعيب من اللعيبة دي عشان اشتغل بيها بشكل ايجابي انا شايف ان مصطفى شلبي طبعا الكلام طبعا باتفق مع كابتل اسامة بليون في المية لكن مصطفى شلبي اللي مد الفرصة شوية ان برايما دي هو اللي يخش مكانه ازاي بقى شايف شوية الدلع من مصطفى شلبي يعني لو كلمنا على النهائي الكونفدرالية كابتل اسامة انا شايف ان مصطفى شلبي جاله جهورتين تلاتة ممكن يحرز الهدف التاني لزا مالك انا شايف ان انت لعيب بيدفع فيك فلوس في البوزيشن ده بالذات عشان اتاخد الكورة اه انت كذبان واحد لكن ما يمنعش النهاردة تلاتة على اتنين ان انا اروح واجيب الهدف التاني لا لو ركزنا مع مصطفى شلبي شوية هتلاقي بياخد الكورة وبيرجع بيها ويفضل الاستحواز على ان هو يجيب هدف انا بلعبك في المكان ده عشان تجيب الهدف لو بصنا اكتر على الكورة اللي جيت النهاردة لمصطفى شلبي كورة كانت سهلة والمر مفاضي اللي عبت عملت بالعرض واجيت له كابتن وقفها ورحمة بصها مزباص انا النهاردة بلعبك في المكان ده يا اما تجيب لجون يا اما تصنح وانا شايف ان مصطفى شلبي كمان ده فرصة عظيمة جدا وموجود في المعسكر المنتخب انا انا بتفير معاين فرصة عظيمة في غياب رمضان سبحي كمان وغياب مرموش انت ده فرصة كبيرة النهاردة كابت حسن حسن استدع ابراهيم عادل يعني اكيد كانت المنافسة بينه بالمصطفى الشلبي بس هو ضييع باللي انت بتقوله ده بس ابراهيم عادل يستحق طبعا لانه بيقدي بشكل كبير جدا طبعا لعيب صغير في السن موليد 2001 هو كابتن منتخب مصر في الاولمبيات القادمة فاعرف ان اختياره كابتن حسن ليه في المنتخب الاول لقى عن جدارة واستحق وهو يستحق من البدايات ان يكون متواجد ضمن قائمة المنتخب عظيم جدا